موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم وسهلا في حلقة جديدة ومميزة ومختلفة نوعا ما من أحلى الأوقات سعداء جدا حينما نلتقي سويا في هذه الحلقة المميزة وهذا الحوار الشيق عزيزي المشاهد إذا أغلقت الشتاء بوابا بيتك وحاصرتك تلك الجليد من كل مكان فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافدك لنسمات الهواء النقي وانظر بعيدا فسوف ترى أسلوب حياة مختلف وسوف ترى أيضا أسراب الطيور وقد عادت تغني وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لنصنع عمرا جديدا وحياة جديدة وقلبا جديدا مجددا أهلا بكم في أحلى الأوقات كالعادة مشاهدين الكرام ورحب الضيفية الدائم شيف البرنامج وضاح الشاذلي أهلا وضاح طيب رأي أوقاتك أهلا أخي عمار أهلا كل مشاهدنا عباقنات حضر موت والحمد لله على كل حال أنت سعيد بحلقة اليوم طبعا كالعادة متشوق لضيف اليوم متشوق وكل الصراحة معنويات يعني إذن الله إذن مشاهدين الكرام الموهبة والإبداع صفتان تقودنا دائما للسحر لوحة الإبداع أيضا لا تنحفر إلا بثقة صانعيها ومن يجسدها ضيفي هو شاب موهوب جدا وشرف المحافظة في كثير من المحافل الدولية هوية ضيفي وما يصنعه ضيفي سنتعرف عليها اختناء الحوار أما باسمكم وباسم الأسرة البرنامج أرحب بضيفي الشاب المبدع سالم بشندوف مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد في أحلى الأوقات قلنا في البرومو التعريفي لهذا البرنامج وإن أوهمونا أن الأمل قد قتل فقلوبنا تأبى تصديق هذا فقلوبنا تأبى تصديق حين نرى بصيص النور في الشباب رغم عتمة الحاضر قلوبنا تأبى تصديق لأننا نؤمن بطاقات شبابنا قلوبنا تأبى تصديق حينما نرى شبابنا يبدعون في المحافل الدولية فقلوبنا تأبى تصديق لأننا ندرك أن التغيير سيكون على أيديهم نرحب وبكل فخر بالطالب سالم صالح بشندوف الحائز على المركز الثامن على مستوى العالم ضمن الفريق الممثل لليمن في بطولة فيرست جلوبال لعام 2020 لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي أهلاً وسهلاً العزيز سالم في أحلى الأوقات في البداية نتعرف عن سالم بشندوف من هو مستوى العلمي شغفه وحبه خلينا أول شيء نتعرف على بطاقتك وهويتك اسمي سالم صالح بشندوف من مدارس الشيخ سالم محفوظ الأهلية نعم أدرس في الصفة الثالث ثانوي علمي من مديرية دوعان منطقة الهجرين كان أول دخول لي لمعمل الروبوت في المدارس قبل سنتين عندما كنت أدرس في الصفة الثانوي نعم وكيف سر الارتباط هل كنت تابع هذا الموضوع وهذا المجال يعني اهتماماتك كانت مركزة على نفس المجال كنت مهتم بالبرمجة جداً بحيث عندما سمعت بأن المدارس تقوم بعمل نشاطات من ضمنها ناري روبوت حبت أن ينظم فيها ووسع نفسي وأعرف أكثر عن البرمجة طيب لما شفت أن المدارس كانت مهتمة بهذا المجال ايش طيب قدمت لك لما شافوك مجتهد في هذا المجال المدارس الله يحفظهم ما قصروا معنا وفروا معمل متكامل للروبوت وفروا حقائب جديدة ومدربين جيدين منهم الاستاذ نياب محروس واستاذ عماد جوهر ووفروا نحن المدرسة غيوات قالوا تعالوا عندنا أنا أحبكم كنا نجي فترة مسائية وكان فيه نشاط يوم الأربعة من كل أسبوع طيب لما أنت فكرت أنك تخرج عن النطاقة المحيط للمحل اللي أنت فيه وتشارك في مسابقة عالمية اللي هي زي ما ذكرتها بريست جلوبال كيف كانت المشاركة كيف إيش الخطوات اللي عملتها هي بطولة هذه السنة كانت بطولة غير كل السنوات كانت عن بعض بسبب جاعة كورونا حتى النظام حقها كان متغير كان عبارة عن تحديات وورش تدريبية ولقاءات عبر الإنترنت وكان المدرب عندما يستقبل التحدي من الموقع البطولة كان يوزعها على مهام على ثماني طلاب بحيث أن كل طالب يكون لهم شاركة في هذا المهمة أنت كمين كان دورك في هذا الموضوع أنا كنت جمع المعلومات حول القطاع ورسلهم القراءات حول الحساسات طيب لما تم اختيار فريق ممثل اليمن كيف كانت الأجوار لما اختاروا أكيد في هناك غيرك من الزمالية صح؟ كم كان عددكم كنا في مداز محفوظ 14 طالب وزعوا نحنا على مجموعات كانت المجموعة اللي فيها هنا متميزين وكنا على نفس المستوى لكن اختاروا الأفضل فاتميزتنا بينهم جميعا طيب كيف كان التنسيق ما بين التيم حقك والتعاون والمتابعة عشان لكم تكونوا مميزين كنا ما نكتصر على طالب أنه يكون بهمة واحده كنا نشارك في كل مهمات عشان الواحد يكتسب مهارة في التصميم مهارة في البرمجة إذا كانت شي خلال كلنا نشارك في حله ما تكتصر على الظفار دواحب بس طيب يا سالم الربوت كثير ربما من المشاهدين ما يعرفون إيش هذا الربوت ودكاء اصطناعي لو بتوضح لنا إيش بمعنى مختصر وواضح للمشاهد الربوت عبارة عن حقيبة AB3 حقيبة تعليمية لصنع الفكرة ورسمها أمام المعلم تعطيها هوامر ويقوم بتنفيذها بحيث أن الفكرة اللي تكتبها في النص حقك تكون على فكرة للربوت تضخم وأكبر يعني هذا فكرة تجريبية تصمم إنت البرنامج الربوت الصغير مع البرنامج حقه وفي الملخص حقك تكتب المهام اللي بيقديها في الحياة الحقيقية نعم طيب أثناء المشاركة كيف كانت مشاركة عدد من الدول في هذا الموضوع كانت كلها عن بعد كانت مسابقة ولا أروع كانت مدار ثلاثة أشهر هل مستوى الطلاب المشاركين في الدول الأخرى يقل عن مستوى المشاركة المحلية الوطنية أم أنتو لأنكم حصلتم على المركز أول دليل على تميزكم في المن يوجد عديد من الطلاب اللي معهم مهارات بس ما حصلوا المؤسسة أو المدرسة اللي تمي مهارتهم هذا لو أنه وجدت هذه المؤسسة بيوجدون ناس عندهم خبرات بيتميزون بيحصلون عن مراكز أفضل متقدمة نعم أنتو حققتم المركز الثامن لما يعني إذا واحد بيحاب بيحقق المركز الأول عشان بس صحيح أنتو حققتم المركز الثامن وإذا في واحد بيحقق المركز الأول إيش عليه أنه يكون ملم فيه أكثر يحضر الدورات للروبوت مع المدربين الجيدين يطلع على أحدث التطورات في عالم الروبوتات في العالم يكون يعني ملم بهذا الروبوت والبرمجة يعني لأنه المشاركة كانت عبر الانترنت وأكيد كان هناك فيه صعوبة أفضل من أنك تكون حاضر في المسابقة على مستوى يعني موجود أنك موجود في هذا المستوى أولاين كيف استطعتم أن تحققون هذا المركز من خلال المشاركة عبر الانترنت يعني لو أنتو كنتم متواجدين مش على الانترنت كيف بيكون الوضع هل سيختلف أم ستحصدون المركز الثامن بضع بيكون مختلف ومتقدم أكثر في مراكز متقدمة مشكلة الانترنت مشكلة كبيرة جدا تتمثل في أنه أحيانا يكون ضعيف أحيانا ينقطع أحيانا الكاره بقى تنطفي في أن ينقطع الانترنت معها فكل هذه الصعوبات واجهتنا عندما كنا نشارك في البطولة طيب أنت لما عرفت لي عن الريبوت وأسهبت لي في التعريف لو قلت أنه مثلا فيه حساني ممكن بيهتم بهذا الموضوع إيش الهدف منه من هذا الريبوت في الحياة المجملة للحياة يساعد الإنسان على المهام مثلا تكون مهمة صعبة جدا ما يستطيع أن ينفذها فالريبوت يقوم بتنفيذها له أو مهمة فيها خطر على حياته فالريبوت يعني أولأ ما هي لغات البرمجة المستخدمة؟ لغات البرمجة المستخدمة في الريبوتات هذا لغات الـ EV3 عبارة عن أوامر تدخل المعلومات فيها تحملها بعدين في الريبوت طيب ممكن أنت جبته معاكسا ممكن نحن نطلع للسادة المشاهدين ونشوف كيف عادوا حطوا في الطاولة طبعا ما قلنا تشرح لنحن وانت تسوي عقيبة الريبوت تتكون من قطاع صغير جدا ومحركات أساسية والقلب حقه اللي هو معالج فعدما تبدأ بالتصميم الريبوت تتخيل أول شيء الشكل اللي تبغاه والمهمة اللي بيعديها عشان الناس تشوف كاميرا تتخيل الشكل اللي تبغاه والمهمة اللي بيعديها بتصمم الشكل على المهمة اللي أنت تبغاه كيف تم تشغيله هذا الريبوت وطريقة التعامل معه كيف طريقة التعامل تكون عبر الكمبيوتر تصدع الأوامر تكون عبر البيوتوث أو فيه برنامج داخله لتصمم الأوامر من داخل الريبوت طيب إلى أي مدى ممكن أنه يساهم هذا الريبوت في أنه يكون معاك في نفس الخط يعني هل في ممكن يحصل خلل ما معين في هذا الموضوع؟ مع البحث المجد والتطوير له إن شاء الله ما يحدث شي خلل هذا الريبوت بنانا نحن على إشان يساعد المرضى تقياس درجة حرارتهم وكونا مال للدكتور من أنه يحتك بالمرضى وينتقى العدو إليه طيب هل كل الناس تقدر تتعامل مع الريبوت أو للشخص الفاهم؟ الروبوت يكون يعني يستقبل المرضى لا يحتاج أن أحد يعني شغله أو أي شيء يكون شغال دائم هذا ما يات المريض يقوم بفحصه وتوجيهه للمنطقة المخصصة له أي الدول الأكرر اللي هي على مستوى الوطن العربي والعالم اللي هي خلاص يعني عممت هذه الفكرة عندها وتعمل بهذا النظام؟ الفكرة نحن كنا نطورها ما أعتقد أنه شيء قد مشتشفى أعمل فيها لأنه فكرة تجربية عادها يعني هل هذه خاصة في موضوع المشتشفى بس في مجالات الحياة المختلفة هل ممكن الريبوت يكون مشاركة ومساهم؟ يمكن يكون في المدارس يكون في متاحف يكون في أي مكان زي الدليل يعني؟ أيوه طيب لتطوير هذا الفكرة وهذا الريبوت إيش يحتاج؟ يحتاج أول شيء للوقت وأننا نكون مهتمين بالفكرة هذه نطورها أكثر وبعدين نتحويلها إلى روبوت أضخم لأن هذا روبوت صغير تعليمي يعني ممكن يكون بإيش من حجم؟ حجم الإنسان يعني؟ إذن مازلنا نتحدث عن هذا الريبوت وعن الاختصاصات التي سيقوم بها وأيضا نتحدث على سالم بشندوف كطموح كشاب طموح في هذا المجال أو ربما هناك في مجالات أخرى نتحدث عن هوياتك نتحدث عن أمورك الشخصية أصدقائك كيف أنتتعامل معهم مازلنا معكم مشاهدين الكرام انتظرونا سنعود إليكم بعد هذا الفاصل أعود لكم مشاهدين الكرام في أحلى الأوقات وما زال معي ضيفي الشاب الطموح سالم بشندوف الذي أمتعنا وأبهرنا منذ هذه المرحلة العمرية من سنه وهو يحاول أن يسابق كثير من الأسماء الكبار في عالم الريبوت وعالم الاختراعات سالم مجددا أهلا ومرحبا فيك طموحاتك كشاب في هذا المجال طموحاتك إلى أي مدى ممكن أن تصل طموح أن يكون مبرمج للروبوتات أريد أن أحقق أن يكون مبرمج للروبوتات الضخمة في المصانع وروبوتات الحساسة التي لا تحتاج إلى أي خلل تؤدي إلى وفاة شخص إنسان أثناء زيارة ربما لي في أحلى الأعمال الخاصة وجدنا أنه في مصنع ما شيء يبما شبه بهذا زي الريبوت ينقي بعض هل هذا يتشابه مع الريبوت؟ ينقي مثلا خاص بالجودة ينقي جودة مثلا منتج معين اسمنت معين أو حاجة الريبوتات إن كانت على شكل إنسان وإن كانت على شكل آلات الريبوتات واحدة وبرمجتها واحدة لازم تحتاج إلى عناية وخبرة يعني التعامل معها يجب أن يكون مختصين فاهمين يعني مش أي شخص ممكن يتعامل مع الريبوت طيب الريبوت حينما سيدخل إلى الكثير من الدول وسيعمم وسيكون مثلا بمثابة اختراع يفخر به كثير من الناس قد ربما يسبقون في الوطن العربي صحيح في هذا المجال أنت من منطلق حرصك ماذا ستعمل من خطط حتى أنك يعني توري للناس توري العالم توري الداعمين للمساهمين إن هذا الاختراع يجب أن يكون والريبوت يجب أن يطور من قبلنا نحن نحاول نحن نطور نحن نشارك هذا الريبوت حين قد التطوير والتجريب إن شاء الله ننتهي منه ونرفعه في المسابقة أو أي شيء ثاني وينال أجابهم طبعا هل ممكن أنك تغير مجال آخر والأخلاص مهتم بهذا الريبوت ومجال برمجة على طول بيكون في خطواتك القادمة المستقبلية الدراسة وكل شيء تطور نفسك في هذا المجال أو ربما في هناك ميقول آخر هواية أخرى هؤاتي الثاني أن يكون دكتور عب الطب بس حابب أن يدخل على الطب روبوتات في المسافة في المستشفيات ما شاء الله وتساعد الدكتور هي جدها طيب علاقتك الشخصية مع الأصدقاء كيف تكون؟ أكيد لك أصدقاء مقربين ما تستحي معهم طبعا تحاول الآن أنك تكون معنا كذا شوية دبلومات نحن إجابة على قدر السؤال بسرعة يعني تحاول أنك تزنقنا في أسلة كثير لكن حدثنا عن علاقتك الشخصية بالأصدقاء علاقتنا في المدرسة خاصة في نادي الروبوت علاقة التنافسية إخائية التنافس بس التنافس على حدود الناري إذا خرجنا خارجه لنكون مثل الأصدقاء نذهب إلى الأماكن نتصوب معا إذا عدنا نبدأ في منافساتنا يعني ما شاء الله كل حياتك حتى فيها منافسات أنت عملتوا نادي للروبوت صح؟ أيوه مكون من الأصدقاء مهتمين في هذا المجال لما سألتك نا عن الأصدقاء علاقتك يعني بعيدا عن الروبوت وعن البرمجة تروحوا رحلات مع بعض هل تلعب كرة؟ أيوه هل يوم قررت أنكم تعلمون بعض الأفكار المجنونة والمغامرات تغير الروبوتات؟ هل في يوم لأيام حصل هذا الأمر؟ أيوه حصلت كله من من الأصدقاء المقربين لك؟ اثنين اللي ساعدونا في تصميم هذا الروبوت برمجته أبل عزيز فهد بن كلايب وحسن عبدالله الصالب هذا رفاقي في المعمل الروبوت رفاقي خارج معمل الروبوت نكون إذا استدعتنا مارسه هناك في أي وقت نطلب رخصة من أولياء إذا ولي أمر أحد الطلاب اعترض الروح الراضي بقناعة يعني ما منكم ما تفترقون أموركم كلها مع بعض هم بيتابعون الحلقة أكيد وأكيد بيشبونك ذكرتهم ولا ما ذكرتهم طيب هل في يوم سالم أنت كده طالب مثلا صحيت من النوم ورايح مثلا دوامك مدرستك ولقيت أنه مثلا ما في فطور عادو هل ممكن أنه تعمل لك فطور أنت بنفسك؟ أيوه أحيانا عموما نحن نشوف في البرنامج عندنا شيف حيعمل لنا حالة أو يعمل لنا مش عارف إيش اليوم الطبخة اللي هيعملها لكن في حوارنا معها حنعرف إيش الطبخة إيش مقديرة حتتحاور معها أيضا لتسكت ساكت في المطبخ أنك بتدوق الطبخة وبتقول لنا رأيك تمام طيب لو بالعودة إلى نقاش آخر من من الأساتذة الذين مهتمين في هذا المجال وشجعوك أنك تواصل هذا الأمر؟ أولا كان معي المدرب استاذ أمار جوهر كان معنا في أول سنة في مجال الروبوت ثاني سنة جابوا مدرب جديد استاذ مني يبقى مفروش كلهم كانوا جيدين في هذا المجال يعطوا نحن صايح وجهنا بشكل جيد نعم أنت يعني أي مستوى قلت لي؟ الثالث علمي هل تعارض هذا الروبوت مع مستوى تحصيلك العلمي أم الأمر كله يمشي في خط متوازي؟ بالأكس لأن الروبوت يربطك بجانبك العلمي رياضيات ، فيزياء ، إنجليزي ، البحث كله متعلق بالمواجد العلمية لما أنت حققت المركز الثامن في مجال الريبوت كيف كان يعني شعور إدارتك أولا وقبل كل شيء طبعا أولياء أمورك لما حققته يعرفون أولياء أمورك هذا الأمر يعني يعرفون أنه مهتمين بتفاصيل زي أنت مهتم فيها ولا لا هم بس عارفين أنه معك اختراع بس مش عارفين إيش يسوي سعه لكنهم حاسين أنك يسوي شيء كبير كيف كان شعور الإدارة والطلاب والمعلمين لما حصلت على المركز كان شعورهم شيء كبير جدا لأن واحد من زملائهم حققت مركز عالمي وكلهم كان يتمنوا الخير لي لأنه حصلت على هذا المركز وإن شاء الله نجيب مراكز متقدمة أكثر بإذن الله ما هي نصحتك للذين يريدوا أن يدخلوا في هذا المجال من علوم البرمجة والريبوت يحضروا الدورات للريبوت للمداربين جيدين موجودين لإطلاع على أحدث التطورات في مجال الريبوتات وناقشت الأسئلة والظهور دورات في مجال البرمجة طيب لما عملت أنت هذا الريبوت كم أخذ منك فترة زمنية أن تصنعه؟ هذا الريبوت صنعناه في فترة الأطلة الصيفية أخذ منه قرابة شهر لأنه كنا نحضره بعد المغرب للأشياء ونضي كل واحد كان عنده شغل كان وقت طويل جداً بس صممناه فكرة أساسية بس بقى تعديل وبقى تجريب يعني تحديداً كم كم وقت بالضبط أخذ منكم؟ أخذ منكم شهر شهرين؟ أخذ منهم شهر شهر كامل وكل القطع المستخدمة كانت يعني أنتم عارفين فين تجيبونها يعني مصممة في بالكم؟ ورحت جبته على أساسها أو لا؟ كيف؟ القطع تجي فيه حقيبة كاملة تجيها حقيبة أساسية وحقيبة إضافية إذا لم ألقت شي في الحقيبة الأساسية تتحصلها في الحقيبة الإضافية الحقيبة الأساسية توجد فيها القلب والمعالج والمحركات والحساسات أما الإضافية تجي فيها القطع الصغيرة هذه اللي تشوفها وطورت وقع بهذا الشكل ممكن يكون بشكل أفضل وأرقى إذا كان وحجم أكبر؟ إذا أخذنا فيه فطلة طويلة كنا بنخليه أفضل وحسن طيب هذا الريبوت اللي الآن أمامنا كم أخذ منكم كلفة مالية مثلا؟ والله نحنا مخسرنا شي مداء السال محفوظة وفرت نحنا كل شي كل المادات وفرت نحنا الوقت فتحة المدارس قالوا نحنا منتين ما بغا تتعالوا نشكرهم على هذا المجهود طيب هل سيهتم هذا الاهتمام خطتك المستقبضية قادمة بعد أن تنهي مرحلتك الدراسية؟ هل ستنخرج في مؤسسة للاختراع أو شيء؟ أو يعني إيش تخطيطك للفترة القادمة بعد أن تنهي الدراسية؟ أنا تخطيطي أن يلتحق بمؤسسة يكون فيها برمج جساسي برمج لهم الأجهزة حقهم تجريبية قبل ما يخرجونها للعالم نفحصها لهم قبل ما يستعملونها في المصانع أو أي مكان بوضع ربما هناك كثير من البرامج التلفزيونية تصلت الضوء على مثل هذه الأفكار هل أنت شغوف أنك تتابع تشوف هذه الأمور؟ لأن ربما الغير حيسبقون بمراحل لأنه عندهم إمكانيات ربما أكبر عندهم تطور أكبر هل أنت شغوف؟ أنا كنت أبحث في مجال الروبوت اللي أحدث التطورات في العالم إيش من الروبوت اختراعوا في هذا السنة إيش من الروبوت اطوروه أبحث عن أسامي الروبوتات إيش هذي يقوم بالوظيفة كيف يقوم بالوظيفة حقه؟ هل لها أسامي هذه الروبوتات؟ في اسم أنا أذكره حق الروبوت حق الحراسة البيتية اسمه إيمو يكون ربوت صغير بس متصل بالشبكة حق البيت كاملة يفتح الأبواب يشغل الكاميرات يسكر النوافذ هذي الأطفال ما يخافون منه؟ أه يعني أمور عادة هناك يعني مربيين إنهم خلاص نحن عندنا لو كان دخل الروبوت وفتح النوافذ وفتح البيت يلعبون بقى والله أشوف الفكرة جدا يعني هو طبعا العلم يعني متطور العلم والاختراع وغيرها من العلوم الأخرى ماذا يحتلف في قلب سالم بشانتوف؟ أنا شوف بالتكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية أحب أن يفكك ويركب أحب أن يصلحها وإضاف أشياء إليها مثل البرمجة بدايتك كانت كيف يعني كيف عرفت أنك مهتم في موضوع هذا في البداية؟ كذي أول ما جاءت لك الفكرة أو مش الفكرة يعني دخولك في هذا المجال كيف كان؟ هل عرفته أنت منفسك خططته له؟ أو أنت كنت تسوي شيء وعرفت أنك تقدر؟ شفت ميولي كنت إلى الأجهزة الإلكترونية أحب أشوف إيش الخلل فيها أحب أصلحها أحب أشوف كيف تعمل هذه الأجهزة بتفكيكها وتركيبها مرة أخرى وتنجح معك في البيت؟ تنجح ومن هذا المنطلق قررت أنك يدغل ما جاء إلى روضة إذن نحن سعداء جدا بروحك العالية بطموحك المتجدد سعداء أيضا باستشرافك للمستقبل بطريقة عصرية ربما الغير خارجيا يعمل على ذلك كثير ربما من الشباب في سنك في مرحلتك هل تراهم في نفس تفكيرك في المستقبل؟ أم ربما هناك بعض الأشياء الخاصة التي أكثر اهتمام بالنسبة لهم؟ تختلف على اختلاف موهبة الشخص هذا إذا كانت موهبته تكتظي أنه ينخرط مع الأجهزة هذا أنصحه أن يدخل في الروبوت أما إذا كانت موهبته في شيء ثاني رياضي أو عملي باحث أو شيء يتجهل المجال ويطور نفسه أكثر فيه هل بعيدك السؤال بصيغة أخرى هل يوم من الأيام أنت كل يوم في مدرسة صغير مدرسة مهتم بالروبوت وتطوير الروبوت وأشياء ويجي لك مثلاً حد من الأصدقاء يقول لك مثلاً بيلعب في مكان بيروح في مكان مثلاً يقول لك أنت كل يوم في هذا المجال يعني أعطي نفسك فرصة هل في يوم صادفت هذه الأشياء؟ لا أبداً لأنه يستدعون نحن في أيام معروفة أيام يعني الناس كلها عارفت نحن ما نحفظين في هذا الوقت نقوم بنجاز شيء عظيم ما يعترضون نحن في أي شيء نتبني أنك مستقبل باهر ما شاء الله أنت واضح من ردودك أنك سيكون لك شأن بإذن الله في المستقبل القادم وأكيد يعني فخر لكل الذين درسوك وأولياء أمورك يعني هنيئاً لهم بإسالة باشندوف سنكون أيضاً مع وضاح الشادلي بفقرته في المطبخ في القسم الأخير من البرنامج وسنتكلم أيضاً عن بعض الأشياء الخاصة رسالتك لكل الناس للشباب المبدعين نتكلم عن أمر أو تعليق منك في هذا المجال أو غيرها من المجالات مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى أحلى الأوقات وإلى الشيف والضاح الشادلي عدنا لكم مشاهدين الكرام في أحلى الأوقات والآن في فقرة الحلاء والأكل الجميل اللي نحن تعودنا عليه يعملوا لنا وضاح الشادلي وما زال معي ضيفي الشاب المبدع سالم باشندوف وضاح اليوم محضر لنا ومحضر لضيفي العزيز مخترع صاحب ريبوت يعني كل شي عنده صناعي بسم الله رحمة الرحيم أهلا وسهلا مرة ثانية عمار كل مني شاهدنا والضيف اللي معه نجهز لليوم مهاشتكة مهاشتكة يمكن ما سمعت عنها هل إلا إلا اسمعت عن مهاشتكjisstock؟ أبدً pursue مهاشتكا أكل مصرية مهاشتكا هنا لحد يُدخل أشياء آل مصر مهاشتك هل ليس أحد يُدخل لو أحد يسويه إلا إلا dej والأسماء مصري فهي السورية والدول الثانى ليستدرون نحن من الميسويهم اليوم في حضر أمود عبر قناة حضر أمود昨نا الحضر الأوقات مقدير المهاشتكتي مقدير المهاشتكة جنيدما أنتوا انظرون وت إلى ذكرهم بالتفصيل لهم ويريتم من يشاهدنا يحاول يدونها إذا حد يسلحها ما يشتك عبارة عن كوب جوز الهند وكوب سميت في نفس الوقت وكوب سكر بالإضافة إلى نص كوب زبدة وإلى نص كوب دقيق وإلى نص كوب دريمويب الكريمي نعم وأيضا ملعقة بيكم بودر وملعقة فانيليا حبتين بيت في الطبها الآن بسوية كمية وسيطة حبتين يعني أو ثلاث حبات بإمكانك تضيف عشان الساعدة كفية من الدمي الطريقة الخطوات ما تتقيد بيحها يعني بإمكانك تضيف الحاجات كلها مع بعض وتخلط مش زي الأصناف التي نحن أخذناها من قبل يعني لازم تضرب الزبدة مع البيض مش عارفة والسكر لا هذا الطبها اللي معنا نطرح الحاجات كلها مع بعض ونقوم بتشغيل عجانة وتهشتكها ونهشتكها يا أهل ما اشتكها هذا الكوب السكر بسم الله بالإضافة إلى نص كوب دقيق وكوب سميد كوب جوز الهند نص كوب دريم ويب دريم ويب يعطي نكعة فيها وانت بتضغها بتطعمها في المسلم الزبدة هذا الزبدة قطلة نصف ها؟ ايه نصف نصف ربع ربع إلا نصف يعني نحنا نحض هذا الزبط يعني حطينا نصف الكوب اللي أمامكم بنحط مش ملعقة كامل يعني هذه الملعقة اللي حطيناها الفنيلية عشان نضيع البيض معنا حبتين بيض بنحط رشة فنيلية ونضيف الحبتين البيض هذه حبتين طبعا البيض ممكن انت حاسبت تبغاك بس انت في البداية يحط حبتين وشوف كيف راح تشير معك اسم الطبخة نضربها طبعا بالكف مش بالشبك تضربها بالخلال طيب يا سالم انت ما اش رايك يعني ممكن انه في يوم لايام تدخل يعني تفصل شوية عن عالم الصناعة والروبوتات وتدخل المطبخ مثل تعملك أي حالة؟ الحالة حاجة صعبة جداً يمكن أعمل لي ركلات بسيطة أو سندويتشات أو حاجات اللي ما تحتاج جوه الجمع ومخلل باقي للأفسر عاماً باقي للأولادة طيب أبوضح أنت بتواصل؟ أنا بواصل طبخة وبحاول نجي هزها بأسر عارض عشان تدوقوها وتعترايك لي وكل من يشاهدنا عبر كنت خبرهم ما أسألت توقيت كالعالي طيب هناك الكثير من الأشخاص الذين وقفوا إليك وسندوك ودعموك سالي في مشوارك هذا الكبير الذي ينبئ أن هناك ربما مستقبل بانتظارك أكبر في هذا المجاد ما هي كلمتكم لمن دعمك وشجعك وشاركك؟ أولاً نشكر عائلتي كانت تدعمني بشكل كبير جداً كانت تسمح لي الذهاب إلى أي مكان في التعليم والربوات أو البنائه ونشكر مدار السالم محفوظة للأهلية على توفير هالمادات ونشكر مؤسسة العون الدعمة لمدار السالم محفوظة والجهة المشرفة على منتخب اليمن مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيون كيف يعني هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات إذا كانت في هناك فعالية تقام هل ربما يكون أنت أول موجودين وحاضر حاب الاستفادة من هذا الموضوع؟ أطلع عليها عبر الإنترنت إذا كانتها ما أقدر أروح لها ونشوفها في الإنترنت يعني نطلع عليها من بدايتها إلى نهايتها نشوفها التطورات نشوفها للطلاب المتميزين فيها نشوف الأحدث اللي صنعوه كيف صنعوه واللي صنعوه هل هناك ربما بعض المعارض تقام هنا أنا فكرة أنك تعمل معارض مثلا شيء يوري الناس العادية البسيطة أهمية هذا الروبوت؟ كان في معارض في المدارس قبل فترة صممنا كان عدة روبوتات عارضاً أهلاً على الطلاب الكل استغرب من هذا الإنجاز يعني حاجة غريبة جداً متطورة يعني في المجتمع اللي نعيشه عاجة من برا وكيف وجدتهم يستقبلوا هذا الفكرة وهذا النعمة؟ الروبوتات في الإيمان اللي هموا استقبل بإذن الله حسب الطلاب طلاب فيها عبتية حبون تطلعون على حاجات اللي هموا استقبل طيب هناك ربما أكيد شاهدتم بعض الفرق الأخرى في الوطن العربي الذي تهتم بهذا المجال إيش كان أكثر شيء يوفروا لهم؟ أولاً يوفروا لهم من قرب المسافة لهم كانوا جمعون الطلاب في منطقة واحدة كانوا يوفروا لهم عدة مدربين كانوا يوفروا لهم القطاع الجديد القطاع يعني من كل نوع يحتاجونه حسب الطلب فبدأوا وصموا بس كل قد نعقد حاله هل في هنا مدربين خاصة في هذا المجال؟ هذا السنة درب نحن لإستاذ ماجد أمر مدرب ممتاز جداً من هنا من عندنا؟ من عدن من عدن كيف وجدت الاستفادة وإلمامه أكثر بهذا العمل؟ وكان يعطينا نحن صائح الأخطاء كان أرفته مباشرة أن نطرح الفكرة عليه يقول لك بالخطاء إذا كانت بديرة تطور هذا الخطاء لشي جيد يقول لك إذا ما هو تقدر يقول لك يعني حسب الإمكانيات الموجودة في اليمن استفتت منه كثير؟ استفتت منه كثير جداً هل أنت على تواصل معه إذا كان فيه هناك أي أمور جديدة؟ شي مشكلة معاك صادفتك؟ استشيره في بعض الأشياء إذا كنت ببنيه بروبوت أو أي شيء في الطريقة أو يعني هل بيصلح هذا أن الحساس اللي بيستخدمه هلو بيصلح؟ أو أن ما يشي حساس على الطلب اللي أنا اشتهيه؟ إذن نحن سعداء وحن نذوق مع وضاح المهشتكة تقول لنا رأيك ورغم أنك أنت دبلوماسي في إجاباتك ومش عارف رأيك كيف معاني حيكون لكن إن شاء الله نحاول أني حننزل شي منك تمام؟ مشاهدين الكرام سنذهب إلى الفاصل الأخير ومثلما نعود إليكم في أحلى الأوقات وحندوق مع بعض المهشتكة الخاصة بوضاح فاصل وراجعين عودنا لكم مشاهدين الكرام في قسمنا الأخير مع وضاح ومع المهشتكة اللي عملها لضيفي العزيز الشغوف بالعلم وأيضا الاختراع والذكاء الاصطناعي سالم بشندوف وضاح فين وصلنا الآن؟ وصلنا إلى المرحلة الأخيرة مشتكة جاهزة بس ملاحظة قبل ما دخل الاسم الفورن بأرشي بمكسرات إذا حسنا ما تحب أنت كاجو ولو الصنعاني فستق حسنا ما تحب أنت أنا رشيت بلوز وكاجو مع بعض والفورن أيضا على 150 مبدعية 4 ساعة ونطلع بعد 4 ساعة مرة أخرى 4 ساعة نعطيها على 175 يأخذ من فوق كل عادة يعني نبدأ من تحت ثم من فوق تمام على ما تقطع لنا؟ ما سألتك؟ ما تقطعها؟ ويدوقها ضيفة يقول لنا رأيه نشوف ضيفة العزيز لو كانت هناك كلمة أخيرة تود أن تقولها على منبر أحلى الأوقات؟ أي واحد عنده موهبة يعني لا يكسر في نفسه أو أي شيء يقول أن هذه الموهبة مهلة مستقبل في البلاد أنت بظلمة في وسعك وإن شاء الله حد يكتشفها وينميها لك بإذن الله طيب ربما سؤال في هذا المجال بس بطريقة أخرى ربما بعض الشباب لا يريد أن يتعلم يعني مثلا يقول لك ما نحق شي دراسة من هذا الموضوع كيف يعني توجهه أو تنصحه أو تعود إذا سوابه؟ العلم شي ضروري لأن العالم لأنه يدار بالعلماء ما يدار بالعمال العلماء الذين درسوا ليس اللي يخرجوا من المدارسة عشان رغبتهم هو بيلاقي صعوبة يدرس وقد تزهق منه يزهق من المدرسة بس يضغط على نفسه دليل المال ربك يوفقه إن شاء الله ويصلح مزاجه يعني المزاج مفروض أنه ما يختلط مع المستقبل وخطط المستقبلية طيب هل ممكن نحن نحتفي بسالم بشندوف في فترة قادمة وقد حصل على مراكز مراكز أولى مثلا في مجاله إن شاء الله إذا حجدوا مراكز متقدمة لن يتموا يذكروني بيت الذكرون اللي يتقدموا قدام عشان يكونوا لهم كقدوة لكثير من الطموح والتقدم برضو كمان في هناك ربما جهات يجب أن تمد يديها لكل الشباب لكل الذين لديهم طموح لديهم فكرة لديهم رؤية جديدة ومختلفة في هذا الجانب ربما وضح فضو جاهز صح جاهز وإنت جاهز أه تقول لنا رأيك وربما أنت تحاول أنك تسويها يعني طبعا ما قديرها سهلة مع أنه أنا عارف أنك أنت بغيت أسلاك بغيت يعني شي كذي خاص هل يقتر هون سلحه لا هذا يكون بودر دقيق سكر بودره المهم قبل ما قدمها هنا نعم يعني الطبخة مش ذاك معقدة مش ذاك الصعبة يعني بإمكان لواحد يسويها ماشتكها أكلة عادية جدا متشبه الكيك مثلا اللهم أنا فيها جوز هند ودريم ويب فقط طيب ما تفضل أعطي ضايق بسم الله طيب تفضل طبعا ما نتضر رأيكم أنا يعني هنا خلاص يعني الناس تعودت عليه أنت دائما تأكل طبعا مش تأكل قول ما شاء الله عليه وضاء ما شاء الله نشوف المهشتكة طبعا هي تتهشتكة عشان كده سموها مهشتكة سخنة كيف؟ شفتها يا سالم؟ طعم هل طعمتها هذه من قبل؟ لا ما طعمتها من قبل ما تشبه شي عندنا مثلا معين؟ تشبه البساكت هذه ليه؟ بساكت بساكت جوز الهند وديه في بساكت الصغيرة يبعونها أما جوز الهند كده طعمت في أكله صنع بيتنا أطعمتها وما البسبوسة مدري إيش أيوه بسبوسة حالي جم طب كل مش معلقة واحدة نحن ما برناكت أوكل واحدة معلقة وخلاص خصوها في النهاية خاصة بك حقق لي يمكن هو يستعيشفه بعد ما خلص هواه وده بيقوم بيوكله بعدين قلت لي حلوة هاشتكة أيوه كم سعة توضح بالمياه؟ أعطيه 95 ناكلة غريبة علي جدا حبيب مش عارف إذا كان دوكتها من قبل تقدر تقيم هسا؟ أي 95 نشبه حلوة مش بتطعي طب ما في حدي باقي خمسة بالمية خمسة بالمية شفه قال لي أسواها عشان الغرابة إنه ما هم دار مش عارفها يعني طبعا الصراحة الشهادة في النهاية حضوري هنا وطبعا أمام ثامن العالم يعني مش نتكلم عن أي واحد في النهاية الأكلة هذا صراحة شرف كبير بتقول لي شيء أخير قابل لنخطب؟ أه لا أنا سعيد ما شاء الله أنت يعني إجاباتك مقتضرة جدا ورب يحفظك عموما يعني ويوفقك في طموحك القادم سالم باش ندوف نورتنا وأسعدتنا في أحلى الأوقات نورين بوجودكم شكرا على صدفاتكم لنا هذه المقابلة مهمة جدا بالنسبة إلي إن شاء الله نعمل مقابلات أكثر في قنوات أخرى بإذن الله والضاح شكرا لك أيضا مشاهدين الكرام قل للحظة العابرة تمهلي قليلا كما أجملك لكن اللحظة لا تتمهل ولا تتوقف ولا تنتظر حتى تحياتا لكم طاقم برنامج حلالوقات لكم من أحلى وأطيب ورقنا في أمان الله اشتركوا في القناة